طبيع جدا أن الناس فعلا برا مصر بيبقى ضغط العمل عليهم أكتر شوية من جوة مصر لأنه هم أصلا بيسفروا عندهم حلم معين أنه يتحقق وبعدين بيكتشفوا حاجات تانية برا مصر كتير هل نريد أن نتكلم في النقطة دي برده حاضر أنا لو وقع تحت ضغط شغري تمام لازم أتعلم حاجة اسمها تخييم مستمر النفسي هل أنا شخصية متمردة ولا شخصية بقبل الشغل وبعدين مش بحكي على بتوع بلا بس أنا بحكي على العالم العربي كله كل المشاهدين فأنا ما أقوله أنه أنا وقع تحت الشغل قيم نفسك كويس قوي تخييم مستمر لنفسك أنا كف ولا غير كف ده مهم قوي يعني لو أنا مش كف لازم أشتغل على عادات جديدة أكتسبها عشان أصل إلى درجة الكف الجملة الثانية لازم أكون أكتسب عادات إيجابية أنا بسأل سؤال ضغط العمل أقولك على خصة من أغلب الخصص واحد شغله متواجد ومتوفر وكل يوم يروح بتأخر من خمس إلى عشر دقائق كل يوم كل يوم من خمس إلى عشر دقائق المدير هو اللي غلط ولا أنا اللي محتاجة أشتغل على نفسي أصحى بدلي شوية عشان أوصل وأكتسب عادات جديدة بالشغل بتاعي وإنما تيجي تكلمة وأقولك أنا بشتغل تحت ضغط انت بشتغل تحت ضغط انت الناس بتغيض من عاداتك الإيجابية الجديدة طيب في حاجات بنسميها زي ما قلنا كده اتعب اتعب هتلعب هتلعب يعني لو مشينا بالمبدأ ده اتعب انت لسه شاب بالنهار ده قدرتك موجودة ما تعبتش النهار ده وطلعت تجد النهار ده واشتغلت هم اللي هتشتغل امتى ممكن يبقى العائد المادي مثلا لو مع عائد مادي كويس يا دكتور ممكن يخليني يستحمل شوية الضغط في الشغل ولا حتى لو العائد المادي يعني الشباب اللي بيشتغلوا في الخليج مثلا العائد المادي بتاعهم كويس وهم نفسهم بيقولولنا كده طول الوقت انه انا عندي استعداد مش كل الدول برد طبعا الدول دي معروفة لكن بتلاقي الشباب بيقولوا انه يعني العائد المادي احسن شوية ما كنت شغال هنا في فصر هل العائد المادي ممكن يخلينا تحمل شوية ضغوط العمل يعني بصي في مدرستين المدرسة الاولى انك بتبيع نفسك في مدرسة تانية بيقولك لا يعني اشتغل على قد ما تقدر وعلى قد امكانياتك وقدراتك ومواهبك واشتغل لكن انا مع المدرسة اللي هو اشتغل على قد ما تقدر يعني مش عشان الفلوس تبيع نفسك انا مش من هوات المدرسة مش من انصار ده انا مش من انصار المدرسة اللي هو يعني هتشتغل 18 ساعة فانا ديك فلوس اكتر فانت هتشتغل انا مش عب هتحصل شوية حاجات اهمال لبيتك وهمال لزوجتك وهمال لولادك وهمال لأهلك وهمال لناسك وهمال لنفسك وحيجي وقت على فكرة مش هيعرفي كامل وضغطك البدنية بتقل فأنا لازم أكون بخلي بالي من الجزء المهم جدا جدا الأجازة أو أني أقصر شوية روتين العمل أهميتها إيه فأني أتحمل بعد كده ضغوط اللي ممكن تحصل في الشهر لازم أخذ اليوم الهولدية ده عشان ده بيعمل لفلشمنت إعادة تنشيط لحياتي من أول وجديد يعني لازم أكون بعمل اليوم الأجازة ده اليوم الأجازة ده لازم أخذ فيه زكتي وأطلع برها لازم أكون بغير فيه جو ولازم أكون إحنا عندنا في مصر بناعمل حاجة غريبة قوي يوم الأجازة بالنام وده أكثر مشكلة أنا عايز أعمل لفلشمنت عايز أعيد تنشيط حياتي من أول وجديد فأنا لما أخذ زكتي وأولادي وأطلع على فكرة مش تحت شرط يعني وطبط عندنا الخروجة بالأكل والفلوس وده مش أنا ممكن أطلع بس أتمشى كده وألجع أغير الجو وألجع نص ساعة ترجمة نانسيين